خلال النسخة الأولى لندوة حول الانتقال الاقتصادي الأخضر، صلت خبراء بمدينة سل الضوء على الإمكانات والفرص التي يزخر بها المغرب في مجال الانتقال الأخضر. الندوة التي نظمتها الوكالة الألمانية لتعاون الدولي بالمغرب بشراكة مع المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة، تميزت بعدد من الورشات المتخصصة للتعريف بالممارسات الفضلة وأوجه التآذر المحتملة لتنزيل الاستراتيجيات الكفيلة بضمان انتقال أخضر ناجع. الانتقال الأخضر ضرورة ملحة بالنسبة للمغرب لأنه يعد من بين الدول التي انخرطت بشكل عصامي وفعال في هذا النهج انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأيضا من خلال العديد من الاستراتيجيات الأخرى. وشكلت الندوة مناسبة لتحفيز مسلسل مواكبة الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم المهارات الخضراء المطلوبة لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر وعادل بالمغرب. من خلال السياسات والاستراتيجيات القطاعية المتمثلة في المخطط الوطني للمناخ والاستراتيجية المغربية للغابات والمخطط الوطني للماء. وكذا النموذج التنموي الجديد. المهارات الخضراء هو الموضوع الأول الذي تمت مناقشته في هذه الندوة. أما الموضوع الثاني فقد خصص للحديث عن الأعمال الصديقة للبيئة. وقد قمنا بدعوة العديد من الشركاء والشركات الكلاسيكية والخضراء الذين يتحدثون عن رحلتهم. وكذا عن الفرص والتحديات. أما المحور الثالث الذي ناقشناه اليوم فقد خصص للتمويل الأخضر والتحديات التي تواجه شركات الصغيرة والمتوسطة. وتم تشكيل فريق عمل متخصص في موضوع الانتقال الأخضر لمواكبة المشاريع. وتحديد الفرص المستقبلية لمواكبة الشركاء من القطاعين العام والخاص في المغرب. وذلك بطريقة متناغمة فضلا عن خلق تأذر ملموس مع المبادرات المماثلة على المستوى الوطني.